فجأت أنه كان هناك تعليقات ووصلتني تعليقات سواء مباشرة اللي عندهم أرقام تليفوناتي والواتساب إلى آخره أو تعليقات على الفيسبوك واليوتيوب باللقاء اللي كان بالأمس مع الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي وهو مش معروف لدى الجزائرين كثيرا ربما إلا المتابعين فسعدت جدا أنه كان هناك تقبل كبير جدا والناس فوجئت لكتبولي كثير من أخوانا لكتبولي قالوا لأننا تفاجأنا بحجم طلاعه على الأدب العالمي وعلى قضايا الحداثة وعلى قضايا الرسم والموسيقى وهو يبدو رجل ذو دين لكن مطلع وطلاع واسع جدا إضافة طبعا على طلاعه على الملفات اللي هي ملفات الصراع مع بن سلمان وباعتباره أحد المعارضين لنظام السعودي الإجرامي واطلاعه على ملفات المدخلية وتفاصيل وأنا في الحقيقة في نقاشي أمس معها اضطريت أني نحاول كل موضوع نديره في 20 دقيقة 25 دقيقة وإلا كنا لن نتطرق إلى كثير من المواضيع الأخرى إذا كانت هناك ظرف إن شاء الله سمحت ظرفي يكون معنا مرة أخرى والحقيقة أني لحد الآن كل الذين ظهروا معنا فأن الأغلبية العظمى منكم كانوا سعيدين جدا بظهورهم وبحضورهم وأتمنى نزيد نسمع منكم في هذا الموضوع كان هناك بعض إخواننا اللي كانت عندهم بعض الانتقادات وأنا دائما رحب بالانتقادات إذا ما كانت في شكل مؤدب وقل ما تشاء إذا كنت مؤدبا قل ما تشاء لكني لن أسمح ولا أقرأ أساسا والمساعد أصلا ما يبعثها ليش لما يكون فيها كلمة واحدة انتع بذاءة أو انتع سب أو شتم اللي سب ويشتم هذا ما فيش نقاش معاه وما فيش أصلا أما اللي ينتقد يتل مرحبا به في أي انتقاد كان واحد فقط من أخواننا قال يراه انتقد وتكلم علىه ما نشعارف على ست اسمه لكن نذكر الاسم انتا ما عليش إذا تكلم عليه وكان عنده انتقاد له وهو انتقاد منظوعي يعني ما سبوش ولا هاجمه والله يعني قال تكلمنا هو جبت بعض الاسماء وقال فيهم ملاحدة ملاحدة هذه كم زاف اللي يجي وخرجه جزائريا ومغربي او سعودي او هو مسلم في الاصل بسحي يخرج كاتب يسي يخرج يقول كانش سياناتي ملحد معانا اتي معانا لا يؤمن هذه كم زاف اللي هما محشبوش بيها ويكتبوها يعني فكون واحد يجي يقول على واحد ان هذا كان ملحدا او اذا كان هذا صحي هذا وصف ماهوش شتم او لكن عموما ارحب دائما باخوانا وبملاحظاتهم ومن يريد ايضا يعني اللي في باله ضيف معين او يكتب لنا يكتب لنا في تعليق او في رسائل او اي ضيف تشوفوه يستاهل النقاش طبعا انا هنا مرة اخرى عاود نذكر بالموضوع هذا نقاش ليس انا لا اقوم بدور صحفي يعني كون نقوم بدور صحفي نكون معاكس له في الغالب يعني نكون معاكس للضيف انا هنا استضيف مقاومين معارضين ينشرون الوعي او يسعون في نشر الوعي بغض النظر من اي بلد هو او من اي مكان او ان شاء الله سترون ربما في الايام القادمة او حتى بلد ناس اوروبيين يعني ما همش حتى من المنطقة العربية سواء كانوا عرب او غير عرب ومرات بعض اخوانا راهم ما زالوا عندهم الحساسية قال لك واحد منهم قال يروا كان قال المغرب العربي وقال المغرب العربي طيب اخوانا في المشرق ما عندهمش ما يفهموش احنا بالنسبة لنا نقول المغرب الكبير اللي يعني عارفوا الحساسية في الموضوع ونباش ما يكونش فيها اقصاء وهذه حقيقة المغرب ماهوش عربي فقط وموش امازيغ فقط هو عربي امازيغي يعني التسمية الحقيقية هي المغرب العربي الكبير المغرب العربي الامازيغي الكبير مثلا او اذا كانت الناس وافقت عليه ت推ت سهل الأمور لأننا في المنطقة هذه كلنا مسلمين واللي اسمها المغرب الإسلامي مثلاً كان واحد الوقت يسموه المغرب الإسلامي كلمة المغرب العربي وحدها في اعتقادي خاطئة كما يجي واحد يقول لك المغرب الأمازيغي يقول له خاطئ يعني كونه تقول المغرب الأمازيغي فقط اللي حسرحه عربي حسرحه أنه وركه وكأنك تقصيه ولو كانت تقول المغرب العربي فقط اللي هو أمازيغي حسوه كأنك تقصيه فنحن نريد أن نوحد وأن نجمع وأن يشعر الناس كل واحد يشعر أن هذا البلاد بلاده هذا هو الذي يجب أن تفكير لن تلقوه منه الإقصاء من أي جهة كان لأي جهة كانت خطأ الإقصاء هو تنطع سيد الإكسترميزم الإقصاء هو تعصب سيد الإكسترميزم أيضا تنطع سيد الإقصاء كما يسمونها هذه خطيرة وقد تؤدي إلى مخاطر وقد يكون الناس فقط بهم لكن عندما يشعر أنك لا تقدروا لا تقدرش ثقافته أو لا تقدرش يشعر بالإمعزال أو بالإقصاء فلا هذا وطن يجب جهة الجزائريين يشعروا فيه بأنها بلدهم بغض النظر إذا نهار لي ولد تكلم بالعربية والقبائلية والشاوية والترقية والنزابية والأي بغض النظر على نغة الأم وأكثر من ذلك يجمعنا الجزائر كوطن ويجمعنا الإسلام كدين وتجمعنا العربية كلغة العربية ليست للعرب من تكلم العربية فهو عربي كما قرر الصعي السلط بمعنى أن لسانه عربي لكن لا نفرض للناس يكونوا ولاجب يكونوا عرب كما البعثية والقومية أنا ضد القومجيين وضد البعثية والقومجيين سواء كانوا باسم العربية أو باسم الأمازيغية أو باسم أي قومجي يضع العنصر والقومية هي أعلى من أي شيء آخر أنا ضده اللي يكون أعلى من أي شيء آخر هو عملك هو سلوكك وإذا كنا مسلمين فالإسلام هو يوحدنا ويجمع بيننا فما لازمش من جهة يكون كاين الناس تقصي قصداً بتسميات معينة أو ناس تتحسس أكثر مما يجي وهذه الأمور لازم نأخذوها بعين بعث لي المساعد أنا كنت يبدو أنا وأنا نتكلم المرليفات قلت محمد طهر علجات نسيت ما قلتش أيت مرة أو لازور يعني مع أن أنا كتبناها وأنا كتبت تغريدة إلى خلفها واحد كان يزعفها قال لي وقيت ويندرتها ممكن ننسها ممكن ورا المشكل يعني أكتب هاكذا يقول بلك رك ما تكملش الاسم كاملاً أو راني نقعد نتكلم راه والإنسان كي يتكلم ساعة راه يتكلم ما بين عشرة لا في ل 12 ألف كلمة فإذا تكلمت ساعتين راه معنا نتكلم أكثر من 20 ألف كلمة ممكن ممكن محمد طهر علجات وانسيت كلمة أيت لا ما تدرهاش قضية كبيرة أنا أؤمن أن الجزائر هذه أمازيغية عربية مسلمة ما عنديش فيها أدنى نقاش وأدنى قلق في هذا الموضوع وأنا قلتها ونعودها أنا عربي بدماء أمازيغية وأستطيع أن أقول أنا أمازيغي بدماء عربية ما عنديش هذه العنصرية أو هذا أنا والدي يكون ظالم نكون ضده فيتنامي في طرف الدنيا يكون عادل نعرف أنه مع الناس ومع الخير نكون معه أو هندي أو مكسيكي أو أنا اللي يجمعني مع الناس هو الحق والباطل يجمعون الحق ويفرقون الباطل سواء كان عندي قرابة دم معهم أو ما عنديش قرابة وطن معهم أو ما عنديش أنا موش لأنك من بلادي أو من مدينتي أو من عنصري أو من إش عارف من ولي معاك لا ما منشيش هاك وإنسان عاقل ما يمشيش هاك إنسان العاقل يمشي مع الحق قبل 14 قرن كان يدعون الله ويحذرنا بشدة من أن لا نعدل أعدله هو أقرب التقوى إنسان يعدل مرات ولو على نفسه ولو على أقرب المقربين يعدل ترجمة نانسي قنقر